في تطور مخيف ينذر بخطر كبير محدق بالمحافظات والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي تغيرت ملامحه واساليبه فانتقلت من العبوات الناسفة الى العجلات المفخخة وجاءت نتائجه كارثية والهدف واحد القوات الامنية اولا والمواطنون ثانيا كل هذا جرى ويجري وسط تحذيرات امنية من وجود ثغرات ونقاط رخوة عادت عصابات داعش الارهابية لاستغلالها لتنفيذ مخططاتها الاجرامية التي تطال منتسبية القوات الامنية العراقية والمدنيين معا استيقظ اهالي كاركوك على صوت انفجار خلفته عجلة مفخخة استهدفت سيطرة امنية على الطريق بين محافظتي كاركوك وصلاح الدين اسفر عن استشهاد مرأة مدنية وجرح ثلاثة من منتسبي القوات الامنية وما هي الا ساعات قليلة حتى استهدفت عجلة مفخخة اخرى مدخل الحي الصناعي بمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار خلفت جرح في صفوف القوات الامنية والمدنيين على حد سواء وبعيدا عن التحليل والتأويل تبرج تساؤلات كثيرة من بينها لماذا هذه الخروقات الامنية في هذا الوقت بالذات خصوصا بعد الاتفاق على تقليص عديد القوات الاميركية تمهيدا لانسحابها الكامل من العراق ومن يقف خلفها وان كانت اصابع الاتهام تشير بوضوح الى داعش الارهابي لكنه يظل سؤالا واردا ومن المستفيد منها وما الرسائل التي تحملها وما ابرز وجهاتها وكيف استطاعت ان تغير من اساليبها وتطور من استراتيجيتها الدموية وإلى ماذا تشير وكيف ستتعامل معها القوات الامنية العراقية في ظل الابواب المفتوحة امامها من شمال الوطن الى جنوبه